هذا وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه وتقديره للكفاءة العالية والقدرات المتميزة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين مما مكنها من إحباط محاولة تهريب الإرهابيين الفارين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو إلى إيران عبر البحر وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن بالغ التهاني والتبريك لمعالي الفريق الركن الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكافة من سبيل وزارة من ضباط وأفراد على نجاح هذه العملية الأمنية الشاملة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بكل كفاءة وجسارة واقتدار والتي أفشلت خطة الإرهابيين الفارين والجهات الداعمة لهم في الهروب من وجه العدالة ومواصلة دورهم الإرهابي الإجرامي كما أشهد الزياني بمستوى التخطيط والتنفيذ لهذه العملية الأمنية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح وبرهنت بأن محاولات المسي بأمن واستقرار المملكة لن يكون مصيرها إلا الخسران والفشل الذريع وأن يقبت أجهزة الأمن البحرينية وكفاءتها العالية واقتدارها المشهود ستقف بالرصاد لكل من يسعى إلى نشر الفوضى والعنف وترويع الآمنين والمسي بأمن البحرين واستقرارها وأكد من عام مجلس التعاون تضامن دول مجلس التعاون ودعمها الدائمة لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أرضها والدفاع عن سيادتها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر